اهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية في بداية هذه الحلقة احب ان اتأمل معك من المزمور الشهير مزمور 91 مزمور ده بيتكلم عن الحماية في وقت الخطر لما يبقى فيه خطر لما يبقى فيه شر يقترب اليك كلمات هذا المزمور تبني الايمان ايمان يتبني ويرتفع فاسدق بقلبي ان الرب عيحفظني مهما كانت عظمة هذا الشر مزمور 91 مزمور يبني الايمان بان الرب بيحمي اولاده ارى لك اية رقم 9 لانك قلت انت يا رب مالجائي لانك قلت انت يا رب مالجائي يعني لانك صليت وجيت للرب وقلت له انت الملجأ بتاعي يعني ايه انت الملجأ يعني انت اللي هتفصل وتبقى فاصل بيني وبين الازى اللي جاي انت اللي هتحميني من هذا الازى انت زي جدار عازل الازى لا يستطيع ان يقترب اليه لانك قلت انت يا رب مالجائي لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك يبقى الضرابات جاية على الخيام المجاولة انا عشان صليت عشان ليه علاقة حقيقية مع الرب علشان انا تبع الرب وعشان انا بحترم وصايا الرب ايه اللي هيحصل الخيام اللي جانبي ييجي عليها ضرابات انا لا لا تدنو ضربة من خيمتك ايه سبب ان الضربة اللي جاي عليها ما تجيش واللي جاي على الخيمة اللي جانبي تيجي عليها وانا ما تجيش ايه السبب ان الرب ها يستخدم الملائكة لحمايتي لانه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك وطبعا في كل طرقي اللي هي بحسب مشيئة الرب انا لو مشيت بره مشيئة الرب بمزاجي عارف ان الرب عايزني مثلا اروح المكان ده واروح انا مكان تاني خلاص الرب مش هيحميني لكن طول ما انا عايز امشي في طريق الرب هو هيحميني مية في المية لانه انا بيقول كده يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك يعني طالما انا ماشي في سكك الرب طالما انا ماشي في ماشيئة الرب طالما أنا ماشي في سكة مش بهدف أن أعامل خطيئة مش بهدف أن أسرع أو أخد حاجة مش حقي طالما أنا ماشي في مخافة الرب مخافة الرب في قلبي طالما مخافة الرب جواي وطالما أنا عايز مشئته بقوله ما تخرجنيش برة مشئتك ما تسمحش أن أنا أخرج برة مشئتك أبدا فالرب يبعث ملائكة ترافقني وتحفظني لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك عزيزي المشاهد هل لك علاقة حقيقة بالرب يسوع تقول لي آه أسألك السؤال الثاني هل تصق أن ملائكة ترافقك وإنت رايح الشغل وإنت مسافر هل انت واثق أن في ملائكة مشي معاك عشان تحفظك من أي خطر مفاجئ يظهر في الطريق هل انت واثق في هذه الآية لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك وبعدين يقول كده إيه على الأسد تطع على الأسد تطع على الصل تطع يعني تدوس على الأسد الأسد المرعب تدوس عليه تدوس عليه لأنك مسنود بالرب لأن الرب هيعطيك القدرة إنك تدوس على الأسد إنك تدوس على التعبان الشبل والسعبان تدوس التنين تدوس عليه يعني إيه أطقوا يعني إيه أدوس يعني ما يغلبنيش يعني الأسد ما يغلبنيش يعني الأسد ما يأذنيش الأسد اللي من إبليس يعني الحية اللي من إبليس التعبان والتنين اللي من إبليس لا يستطيع أن يؤذيني ده معنى إنك تدوس أي خطة شيطانية موضوعة لإزاءة تنس عليها تكون كلا شيء زي ما يقول الكتاب وكالعدم أي عمل شيطاني لإزاءك لا ينجح لا ينجح لا ينجح مزمور عظيم مزمور 91 ده مش كلام خيالي إن في ملائكة وفي حماية وزي أنا والرب يديني أغلب الأسد ورب يديني أدوس على التعبان وأدوس على الصل الحية السامة إزاي ده مش كلام إنشاء دي كلمة الله الحية الصادقة اللي اسمها الحق ده الحق لما أنا أبى مع الرب لما أبى أنا يقولك جعلت العلي مسكنك يعني أنا أبى ساكن في العلية هو كل شيء لما يبى الرب كل شيء في حياتي زي السكن لما أنا أسكن فيه لأنه جعلت العلي مسكنك إيه لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك يوصي ملائكة وبك لكي يحفظوك في كل طرقك عزيزي المشاهد ليك علاقة حقيقة مع الرب اطمئن واثق أن الملائكة تحميك واثق أن الرب سيعطيك أن تنتصر على الأسد اللي جاي من إبليس على التعبان اللي جاي من إبليس وإن كل النشاط الشيطاني اللي ضدك يكون كلا شيء لما تدوس على تعبان على رأسه وخلاص مش هيقدر يعمل حاجة كل اللي بيعمله إبليس ضدك في شغلك في بيتك هجوم على صحتك هجوم على خدمتك لو بتخدم الرب بكل تأكيد يكون كلا الشيء وكالعدم تقدر تقول زي ما بوليس قال إن كان الله معنا فمن من علينا يعني مين يقدر ينتصر علينا يعظم انتصارنا يعظم انتصارنا لو أنت بتتحارب الأيام دي يقول كده يعظم انتصاري يعظم انتصاري على هذا الأسد على هذا التعبان يعظم انتصاري بالرب يسوع الذي أحبني عزيزي المشاهد تعالى معي الآن إلى سفر القضاء أصحاح 18 نكمل التأمل في عائلة دان إزاي إزاي الناس اللي من دان الستمائة واحد الراحين يستولوا على أرض في الشمال عشان تبقى جزء من أرضهم وده كان ضد مشيئة الرب إزاي عدوا على بيت ميخة في السكة وسرقه التمثيل اللي عنده لأنه كان ميخة عامل بيته مكان للعبادة وعنده تمثالين غليين من الفضة وبيعبد الله وهو وبيته وجرانه من خلال التمثالين دول طبعا ده كسر ليه الوصية التانية من الوصاية العاشر يعني يبصوا للتمثيل دي ويعبدوا الرب يقولوا دول بيمثلوا الرب أو دول رمز للرب هم مروا على المكان ده بتاع ميخة سرقوا التمثيل سرقوا كل ما يتعلق بالعبادة والكان اللي كان في المكان خدوه معاهم وهم رايحين يحاربوا لما مشوا بقى يقول الكتاب ثم انصرفوا أيها واحد وعشرين وذهبوا ووضعوا يقولك أخذوا الكائن معاهم أخذوا الإفود والترافيم والتمثال المنحوط وبعدين انصرفوا وذهبوا ووضعوا الأطفال والمشية والسقل السقل يعني الحاجات اللي جايبنها معاهم من بلدهم ما يمتلكونه الحاجات اللي عايزنا دي اسمها السقل يعني حاجة تقيلة حطوا كل ده قدامهم وهم ستمية وراء يعني ماشوا قدامهم الأطفال الماشية أطفالهم الماشية والأحمال اللي واخدينها اللي راحين بيها قدامهم وهم ما مشوا من وراء آية واحد وعشرين ليه عملوا كده يعني ليه حطوا الأطفال والمشية قدام لأنهم عارفين أنهم عاملين حاجة غلط إيه الحاجة الغلط سرقين بيت ميخة سرقه منه تماثيل الغالية أنا قلتلك دي غالية بحسب قدوها 17 ليه قيمة يعني من الفضة واخدين كمان الكاهن اللي هو بيصرف عليه واللي عايش معاه واللي بيته بيت الكاهن يعني إنت تقرأ كده بيته والكاهن ده اللاوي يقولك أن البيت بتاع اللاوي هو بيت بيت ميخة يعني نفس البيت سخادوا الكاهن ده اللاوي معاهم طب ميخة هم متوقعين ميخة هيعمل إيه ميخة أول ما هيدرك ده هيلم الناس الجلان ويطلعوا وراهم فخوفا منهم خوفا من ميخة يطلع وراهم هعايز يسترد ده المنطط اللي سرق منه خلوا ستة مية مش قدام ورا ما خلوش ورا المشية لأن المشية تتأذي ولا ما لا خلوا هم ورا عشان يخوفوا ميخة لما ييجي عليهم وعشان يحموا الأطفال والبهائم والمشية يعني وطبعا محطوط على المشية التمثيل التمثيل يحطوه على المشية ومشي بيهم هنا عزيزي المشاهد الجزء ده يفكرنا بالجزء اللي مكتوب في عشعياء ستة واربعين في عشعياء ستة واربعين نفس الشيء الأعداء أو الناس اللي بيعبدوا أصنام هربانين ومشيين بعيد زي ما دول مشيين بعيد عن بيت ميخة بعدين الواحي بيقول إيه حطوا التمثيل بتاعتهم على الحيوانات والبهائم وهم مشيين يقول لهم محمولاتكم محملة حملا للمعية يعني إيه ده أشعياء ستة واربعين عدد واحد يعني التمثيل دي والترافيم ولما تحطت على المشية لأنها تقيلة ده من الفضة تقيلة المشية اللي تحطت عليها انحنت تعبت طب وتقول لي طب وإيه يعني إيه اللي استفادوا هنا أقول لك دي العبادة الغلط العبادة الغلط تجيب تعب لأصحابها يعني الرب ما يعملش كده الرب ما حمله هين ونيره خفيف وهنا بيقول أنا أحمل في عشعياء ستة واربعين طب انتو حطيتوا تمثيل على الحيوانات طب الحيوانات تتعي هيجي لها إعياء وتمشي ببط وتخليكم ماشيين ببط وبعدين لما انتو واخدين الآلهة معاكم التماثيل ومؤمنين بها جدا واخدين الكائن خايفين من إيه يعني انتو لا تحموا التماثيل ولا التماثيل هي إلا هتحميكم واضح انهم رغم انهم معاهم التماثيل والكائن خايفين من ميخة فعشان كده حطوا القوة بتاعتهم الستمية في آخر الموكب عشان لما ييجي ميخة ما عندهم ش ثقة ان التماثيل تقدر تحمي نفسها ما عندهم ش ثقة ويا فعلا التماثيل ما قدرش تحمي نفسها لما جوم يسرق وها اتسرقت فبالتالي خايفين ان يجي ميخة يسترد ده شوف الغباء اللي يأتي للإنسان لما يمشي فيه عبادة غلط يبقى عنده غباء يعني امور غير منطقية وتقولي طبعا النهار ده فيش حد بيعبو التماثيل اقولك التماثيل دي تمثل اي حاجة الانسان بيحطها في قلبه بدل الرب يعني اي حاجة تاخد مكان الرب في قلبك هي تمثال اي حاجة اي حاجة تاخد مكان الرب يعني شغل اخذ مكان الرب الرب اي حاجة فلوس خدت مكان الرب تبقى دي التمثال بتاعك التمثال بتاعك ده يعمل لك انحناء يخليك تنحني كده مش تبقى لفوق لا التمثال يحنيك ويمشيك ببط ويخليك مهموم لان ده مش الرب الرب العكس تماما وده اللي بيقوله اشعياء 46 ان البهايم لما شالت التماثيل في القصة بتاع 46 هي قصة مثيلة يقول لك قد انحنت وفي نفس الوقت لم تقدر ان تنجي ما ادريتش تنجي وهي نفسها مضت في الساب يعني هي نفسها راحت مع الناس دول اللي شايل لنا هم تهزموا وهي تهزمت معاهم نفسه بقول لهم لا انا مش كده التماثيل دي بتشيلها الماشية انتو اللي بتشيلوها عشان تماثيل لكن انا العكس انا اللي بشير يقول كده الى الشيخوخة انا هو والى الشايبة انا احمل انتم المحملين علي من البط المحمولين من الرحم يعني من البداية وانا شيركم عكس التماثيل يعني لما المال يبقى الهك يبقى المال انت هتشيله ويحنيك المال عمره ما هيشيلك المال هيغزلك لو هو الاله بتاعك اللي اخد مكان الرب الشغل لو اخد مكان الرب في قلبك هتلاقي ان الشغل بيجيب لك انحناء وانت تحاول تشيله فتنحني انما لما يبقى الرب هو اللي في قلبك الرب هو اللي يشيلك عمر الشغل ما يقدر يشيلك وعمر المال ما يقدر يشيلك وعمر الصديق اللي انت بتعبده او حد من الجنس الاخر يقدر يشيلك هنا الرب يقولك الى الشيخوخة انا هو يعني اقعد اشيلك اشيلك في كل ظروف حياتك ما تخافش لما تجبر ما تخافش لما تبقى في سنين متقدمة ما تخافش انا احمل انا احمل وانجي فده الموكب ده يدل على غاباء الناس دول ويدل ان التماثيل اللي سرقوها احنت البهاء من سقلها ومشيتهم في بط وخليتهم يمشوا من وراء اللي هم قسطهم هي خايفين من ميخة الموام لما ابتعدوا عن بيت ميخة اجتمع الرجال الذين في البيوت التي عندها بيت ميخة اجتمع الناس حسوا بالدوشة حسوا حاجة حصلت دوروا على الكاهن مش موجود دوروا بصوا ملقوش التماثيل بتاعتهم ايه اللي حصل ده ايه ده ايه ايه اللي حصل احنا تسرقنا طيب لما ابتعدوا عن بيت ميخة اجتمع الرجال ارارك الاية 22 الذين في البيوت التي عندها ميخة وجير وجير طبعا لان اللي قدامهم قالتلك ماشيين ببط لما يبى الرب هو الهك اللي مالي قلبك اللي بتعبد وهتمشي هتمشي وعمرك وهتمشي ببط يعني بالعكس يبقى فيه بركة الحاجة اللي تخلص في اسبوع تخلصها انت مثلا في ثلاث ايام دعني عندك بركة انما لما يبقى الرب مش في قلبك يبقى في تماثيل في قلبك بتعبد حاجة غير الرب بتاخد وتستمد امانك اشرح لك يعني ايه بتعبد حاجة غير الرب يعني امانك مش مستمد بثقتك ان الرب بيحميك زي ما قلنا مزمور عاو تسعين انما بتستمد امانك عندك قد ايه في البنك من فلوس الامان جاي من المال او الامان جاي من مين تعرفهم في الحق الامان جاي بتاعك من العلاقات وتحس بالامان كده نتيجة ظروف معينة او نتيجة اشخاص لهم علاقة بيهم او نتيجة فلوس عندك لا ابا انت مش بتعبد الرب بتعبد الرب بتستمد احساسك بالامان من الرب في كل الظروف مش مهم عندك فلوس مش مهم تعرف مين مش مهم عندك حد يمشي لك ورقك مش مهم طالما انت لك علاقة حقية مع الرب بتستمد احساسك بالامان ان الرب مسؤول عنك ان الرب مسؤول عن حمايتك ان الرب مسؤول عن تسهيل امورك ان الرب هيصخر هيطلع لك من الجاف حلاوة يطلع لك بتاخد امانك من الرب مش من الفلوس مش من العلاقات مش ان ليك وسطة لا مش ان ان عايش في بلد حلوة في ابوليس لا كل ده عمره ما يدي امان كل ده هيخزلك انما اللي بيدي امان وعش كده ارمية قال له في وسط الخراب اللي حصل للشعب كثيرة هي امانتك انت تقدر تنقذني وسط كل الناس اللي بتموت وفعلا ارمية انقذ مان خطر البابلين ولا جراله اي حاجة ليه لانه كان حاطت امانه مش في السيف مش في السعب مش في الفلوس مش في فلان مش في الملك كان حاطت امانه في الرب هم علشان بيعبدوا تماثيل مش الرب عشان كده مش ببط ما عندهم ش بركة ما فيش بركة الشغل اللي بياخد منهم اسبوع يخد منهم او يعني ده المعنى ياخد منهم شهر ببط عشان كده ميخ لما جاه عشان يدور عليهم ايه قدر يفصل لهم ليه لانهم مش ماشيين بصرعة ماشيين ببط ولما تبقى ماشي مع الرب مش هتمش بالبط اللي يخلي ناس تستغلك ومتعمل الحاجة ببط فالبط ده يخلي الاعداء يستغلوه ما احيانا لما الواحد يعمل الحاجة ببط بيدي فرصة لاعداء انهم يضروا طب وليه بعمل الحاجة ببط انا نصول اعمل حاجة زي ما الرب عايز نعمل ها يعني اعمل ها لما عملهاش باندفاع وعملهاش بتصرع وهي بفيه رعونة نتيجة التصرع انما لا اعملها بنشاط وحماس واشوف بركة الرب في اختزال الوقت في ان الوقت يقل هنا بنرى العكس تماما ان نتيجة ان الى هم فيه تماثيل التماثيل خلتهم يمشي وبط لانها خلت الحيوانات بطيئة وبالتالي ميخة لحقهم رغم ان دول رحين يحربوا وميخة ده ملوش في الحرب لكن قدر يوصل لهم ويدركهم عشان رايح هيعمل ايه رايح تعمل ايه يا ميخة رايح استرد ما سلبوه هؤلاء مني من تماثيل وافود وترافيم رايح تعمل ايه يا ميخة انت ماشي في سكة الرب لان الرب رحمك وشال منك التماثيل وانت عايز ترجحها عزيزي المشاهد هشرح معاك هذه النقطة الاخيرة في الحلقة القادمة الرب معك الى كل احبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب لا دينون الان هدية مجانية من خدمة انهار الحياة عند التلقي مرسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج او بأي استفسارات او طلبات خاصة نصلي معكم من اجلها رسلونا على البريد الالكتروني mail at pastordaniel.org او العنوان البريدي انهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليو بوليس القاهرة كمهورية مصر العربية او rivers of life بيو بيو بوكس 433 greenford ub5 9bj uk او ارسلوا لنا بريدا صوتيا او رسالة اسمس على 012 2500 77 88 واخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة انهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org الربو معكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية